بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا محبينا واتبعينا اهلا وسهلا من حضراتكم اخواتنا الكرام النهاردة ان شاء الله معنا كيفية راي الدرجة منفروت وازاي نعرف ان التربة زي ما حضراتكم شايفين كده تستحق الراي او لا زي ما احنا شايفين كده احنا معانا آآ قطعة حديد بنشوف بها التربة بمقدار آآ لا يقل عن اربعة خمسة سنتي زي ما احنا شايفين كده ما فيش اي ارتوبة نهائي فكده المفروض ان الدرجون بتاعنا يستحق الراي مش مجرد آآ يعني مثلا اللي بيسري عندي ما يسريش عند حضرتك آآ واحنا كل واحد بيختلف المكان لاخر على حسب الجو من بلد للتانية فلازم حضرتك تعمل اختبار للتربة بمقدار زي ما احنا شايفين كده ما يقلش عن اربعة سنتي واخد بال حضرتك اربعة سنتي بيبقى خلاص كده آآ التربة جافة آآ انا زي ما احنا شايفين كده باجي في الاول آآ بعمل الاختبار ده وفي نفس الوقت آآ بمشي بالقطعة الحديد بتاعتي دي كده آآ بفك التربة من آآ اي شيء سطح التربة بتمفك بحيث يبقى في استقبال جيد وتهوية للجزور وفي نفس الوقت استقبال جيد للايه للماء اثناء الرأي آآ زي ما احنا شايفين كده دي انواع متعددة من الدرون فروط هنتكلم عنها في فيديو تاني ان شاء الله رب العلاقين ده اصفر وآآ ما شاء الله آآ بسم الله ما شاء الله ربنا يرتق الجميع آآ انا زرع شاتلتين وفي اماكن زرع فيها تلات آآ شاتلات زي ما احنا شايفين كده آآ بسم الله ما شاء الله الدرون فروط آآ اي حد يقدر آآ يقتنيه اي حد يقدر آآ يستسمر آآ سطحه فيه آآ جميل جدا وسهل جدا وسريع النوم ما شاء الله وكل ما اهتمت بي كل بسم الله ما شاء الله مدى لك بازن الله رب العالمين آآ دي كانت آآ عقل واخدها من آآ صديق آآ عزيز آآ دكتور عحمد علي جزا الله كل خير آآ بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين ها دلوقتي آآ عملت نبوات آآ جديدة الماء بتاعتنا بتاعت الرأي دي عبارة عن آآ آآ بقايا طيور آآ وضيف لها عشرينات آآ آآ بقايا طيور آآ طبعا يا جماعة تكون متحللة كامل تحليل كامل وبتسيبها لا يقل من خمس لسبع تيام آآ وتحطها في آآ آآ اي سطل وآآ زي ما احنا شاهدون كده بتبقى عاملة زي الشاي بنسميها شاي الايه الكمبوست آآ وبندوب كويس بعد ما حطنا العشرينات انا ساعات يعني مسلا آآ ما بين كل شهر شهرين او طلت شهور آآ بضيف آآ الان بي كي عشرينات واهتمام الاساسي زي ما حضراتكم شايفين كده بشاي الكمبوست وباجي آآ كيفية الرأي زي ما احنا شايفين كده بمجرد آآ يدوب يعني ما بسقيش ما برويش راي غمر لا هو يدوب زي ما احنا شايفين كده بما يعادل كوباية ونص لكل شجرة لكل فرع بس دي دي بسم الله ما شاء الله دي كانت آآ آآ عاملة طرح وهنشوفه ما بعض آآ دي مقدار بسيط ليه عشان آآ آآ الطربة آآ تشرب بسرعة وفي نفس الوقت آآ اقدر آآ ان انا اتابع النبات بتاعي آآ وابعارف المقدار اللي انا بسقي بيه لكل النباتات بتاعتي وشوفنا ازاي نعرف ان الطربة بتاعتنا محتاجة ولا مش محتاجة مش مجرد يا جماعة ان احنا بنروخ خلاص ونراح نفسنا ونغرق وندي راي غمر ونيجي بعد كده نستنى الطربة انها الجف بيدي لك السطح من فوق هيبقى جف ومن تحت لسه ما جفش فده هتعمل عملية عفان للجزور لازم نخلي بقى انه النقطة دي آآ يعني وهنا مجموعة فيها تطعيم بردو زي ما حضراتكم شايفين كده آآ انواع مختلفة كنت انا عمل عملية تطعيمات آآ ما بين الابيض وما بين الاصفر والاحمر وانواع تانية آآ فلازم نخلي بقى لنا من موضوع الراي الغمر ده جماعة الناس اللي بتروي راية غمر وترجح تشتكي بعد كده ان حصل عملية عفان للجزور عملية الراي سهلة وبسيطة آآ نقول مرة تانية بنعمل آآ عملية اختبار للتربة مقدار اربعة لخمسة سنتي آآ منها تهوية للتربة ومنها في نفس الوقت ان انا ايه هروي التربة آآ بسم الله ما شاء الله بتيجي بعد كده آآ كل آآ شجرة بتحتاج ما بين كوب ونص الكوبين بالكتير قوي آآ زي ما احنا شايفين فقط لغير وتيجي يعني بسم الله ما شاء الله عشان اثبات ان احنا الكلام زي ما احنا شايفين كده خلاص شربت مفيش ثواني الميا اللي احنا حطناها شربتها آآ في كل آآ الاشجار بتاعتنا ما شاء الله فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده بالتوفيق للجميع واي استفسار تحت امر حضركم في اي شيء خالص احياتي لكم وانتظرون ان شاء الله فيديوهات قادمة مفيدة وتحت امر حضركم مرتين والسلام عليكم ورحمة الله